وإلى شأن آخر أعلنت جماعة صلفية متشددة داعمة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن إطلاق ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل من قطاع غزة الليلة الماضية وقالت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم سرية الشيخ عمر حديد بيت المقدس اليوم إن إطلاق الصواريخ كان انتقاما لقيادة حركة حماس بقتل أحد أنصار تنظيم داعش في تبادل لإطلاق النار بقطاع غزة وللوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن ينضم إليه في الستوديو مراسلنا أمجد أبو عرفي مرحبا لك أمجد مرحبا لك أمير بداية أريد أن أبدأ الحديث في هذا الشأن وفي هذا الصدد بالتصريح الذي خرج عن لسان زعيم حزب المعسكر الصهيوني يتسحك هرتو حين قال يجب الرد بقوة على سقوط القذائف في جنوب إسرائيل يعني بشكل عام هذا موقف عام في إسرائيل لدى كافة القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا من المعارضة أم من الاتلاف الحكومي ولكن يتحكرتك رئيس المعارضة اليوم يحاول أن يضغط وهذه مصلحته أن يضغط على الحكومة ويثبت للشعب أن هذه الحكومة لا تقوم بما يلزم من أجل توفير الأمن ولكن هل أستطيع اعتبارها يعني إعلان حالة حرب مستقبلي حالة الحرب موجودة موجودة بشكل عام حتى في ظل وجود وقف إطلاق نار واتفاق للتهدئة حالة الحرب موجودة الأجواء كلها أجواء معارك وحرب ومتوترة ولكن لا يمكن اعتبارها تدفع باتجاه جولة جديدة من الحرب ولكن يأتي هذا التصريح في سياق الضغط الداخلي السياسي داخل أعضاء البرلمان الإسرائيلي الكنيسة وهذه المرة يسحكرتك من جنب المعارضة يحاول أن يضغط على حكومة من يمين نتنياهو محاولا القول بأن وهذا دور المعارضة بكل حال في أي حكومة الضغط والحديث بأن الحكومة هنا مقصرة ولا تقوم كما الجيش أيضا بما يلزم للدفاع عن المواطن الإسرائيلي في الجنوب خصوصا في حالة قطاع غزة وهذا الأمر يأتي في سياق المناكفات السياسية يعني من الداخل الإسرائيلي إلى قطاع غزة وحماس بالتحديد حماس تنصلت من مسؤولية سقوط القذائف أو إطلاق القذائف على جنوب إسرائيل كيف تقرأ هذا التنصل من قبل حماس؟ هذا أمر طبيعي وهذا أمر متوقع لأن في البداية يجري الحديث اليوم عن الاستمرار في التهديئة عن مفاوضات مستمرة لا تزال بين الطرفين برعاية مصرية وأوروبية من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي في نهاية الحرب الأخيرة وبالتالي أيضا كلا الطرفين غير مستعدين وغير جاهزين لخوض مرحلة جديدة من هذه الحرب حتى تحقيق على الأقل أو فحص إمكانية تحقيق تلك المكاسب من خلال هذا الاتفاق وبالتالي حماس غير معنية نعم هناك فصائل أخرى تضغط على حماس وكان واضحا اليوم من خلال تبني هذه العملية وأيضا العملية السابقة قبل أسبوع من إطلاق أيضا ثلاثة صواريخ باتجاه أجدود هناك تنظيم تحاربه حماس وهو في حرب مستمرة مع حماس والتنظيم السلفي داخل قطاع غزة لقي أحد عناصره مقتله في اشتباك مسلح قبل يومين وبالتالي هو يضغط بالفعل على حماس لتوريطها في حرب مع إسرائيل إذن مرسلنا أمجد أبو عرفي أشكرك على هذه المداخلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا